استقبلت جامعة بني سويف وفد مؤسسة حياة كريمة في إطار مبادرة وي ساب فورت التي أطلقتها المؤسسة خلال شهر مايو الجاري في عدد من الجامعات المصرية تهدف المبادرة إلى الانتشار والتواجد مع الطلاب خلال فترة الامتحانات حيث تم توزيع 1228 من الأدوات والهدايا على الطلاب كرسائل تحفيزية دور كبير تلعبه مؤسسة حياة كريمة في تقديم الدهم للطلاب الجامعيين بمختلف تخصصاتهم ومن هنا جاء انطلاق مبادرة وي ساب فورت من جامعة بني سويف بهدف تنمية مهارات الطلبة خاصة في أوقات الامتحانات نحن النهاردة في جامعة بني سويف نشغل مع الطلبة لأساس المجتمع المصري نديهم دورات تدريبية حياة كريمة في كل مجالاتهم بننزل لهم الجامعة بنعرفهم يعني يا حياة كريمة بنحاول ندعمهم في كل المجالات اللي هم محتاجينها مع قدوم الإجازة الصيفية تقدم المبادرة للكليات المختلفة ومنها كلية الإعلام العديدة من الدورات التدريبية والعملية للطلاب كورشا في مجال الإعلام الرقمية أو المنتاج وغيرها ونحن على مقربة من دخول الامتحانات التي تبدأ أو آخر هذا الإشاء بنبدأ إعداد الطالب على المستوى النفسي والمهاري والسيكولوجي من حيث الندوات والتدريبات اللي احنا بننظامها هنا في الكلية حول إدارة الوقت وتنظيم الجهد وتوزيع الأمثل للمذاكرة خلال الفترة دي وتهيئة الأجواء النفسية والسيكولوجية لهم الولاد اللي عندهم اهتمام أو تطلع هو عايز يعرف المبادرة المؤسسة بتعمل إي أو اللي ما عندوش اللي حابب أنه يكون عنده ميل التطوع بدل ما هيقدر أنه يدور من خلال منافذ مختلفة هو هنا عنده منفذ موجود في الجامعة يقدر أنه من خلاله يتواصل ويعرف لو هو يقدر يشارك بأي أنشطة تطوعية وتقديرا لدورها تم استعراض إنجازات مؤسسة حياة كريمة في السنوات الماضية وما قدمته الدولة لخدمة الشباب وذلك في أحدى مناقشات مشروعات التخرج لطلبة الكلية المبادرة دعمتنا أن هي مثلا قدمت لنا حاجات كثيرة جدا وخلتنا نتواصل مع ناس كثيرة جدا وفي الكلية هنا بيبقى فينا دوات كثيرة جدا خاصة بالمبادرة وأي حد محتاج دعم بيبقى فيه ندوات كثيرة جدا الدعم زي ما هو أهم من يكون مادي الدعم من نفسي مهم جدا فإن هما يكون معنا في يوم زي ده إحنا شايفين اليوم ده أهم يوم لنا كطلاب إن إحنا بنشارك متعبنا كله على مدار السنين التعليم اللي فانت كلها فمشلاشت مشاريعنا النهاردة بنناقش الأماكن السيحية الموجودة في بعض المحافظات اللي أكاد يكون محدش يرفعنا حاجة زي الشرقية الكاهرة سينة أسيوت المانيا حاجات كثير قوي ونجحت مؤسسة حياة كريمة بمبادرة وي سابورت في مد ذراعيها للطلاب في المرحلة الجامعية ودعمهم بجميع السبل ليكونوا على دراية ووعي ومسلحين بأدواتهم العلمية لخدمة وطنهم موسيقى